هذه الآيات كما يعلم المشاهد الكريم هذه القضية إخوان العزاء إذا وقفنا عندها حلقة أو حلقتين أو أكثر تحتمل لماذا؟ لأنه أتصور من أهم الآيات التي وقع فيها الكلام بين علماء المسلمين هي هذه الآيات المرتبطة بسورة الأحزاء قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلة وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما هس هناك بحث أن منكن هل هو للتبعيض أو للبيان يحاول البعض أن يقول أنها ماذا للبيان الجواب لا أقول للتبعيض ولكن لا قرينة أنها للبيان يعني تحتمل البيانية وتحتمل ماذا؟ التبعيضية فنحتاج إلى قرائنا من الخارج لإثبات أنها بيانية أو تبعيضية الآن ماريد أدخل إذن التشويش على ذهن المخاطب وأن منكن وذكر جملة من الآيات ورد من بمعنى البيان لا ينفع في المقام شيئا لأن منك ما تستعمل للبيان تستعمل أين؟ للتبعيض كما هو واضح نعم يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن الله عجيب هذا الخطاب عجيب هذا الخطاب يا أخوان العزاء وطبعا كل نساء النبي التزمنا ماذا؟ بهذا الأمر إلا أم المؤمنين عائشة الآن أنا لست في بصدد البحث بصدد البحث أنه كان خروجها للإصلاح أو كان لغير ذلك المهم امتثلت لهذه الآية أو لم تمتثل؟ لم تمتثل لم تمتثل وهذا ما كانت تقرهي به وندمت كثيرا وندمت كذلك التفدوا جيدا لا فقط ندمت وتابت من فعلها هذا ما معنى أنها تابت؟ أيها المؤمنون أيها المسلمون في العالم لا يمكن أن يكون التوبة على أمر أريد به الإصلاح هل يعقل أن الإنسان يتوب على أمر كان يقصد به الإصلاح؟ وإنما يكون التوبة من أمر فيه الذنب فيه ماذا؟ فيه معصية نعم وهذا ما صرح به هؤلاء الأعلام هذا ليس كلامي كلام ما ينقله في سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني المجلد الأول القسم الثاني صفحة ثمانمائة وخمسة وخمسين يقول إسماعيل وقال أيضا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال قالت عائشة وكانت تحدث نفسها أن تدفن في بيتها في بيتها في بيوت ماذا؟ أحسنت وقرن في بيوتكم في بيتها لكل امرأة بيت فقالت في كل امرأة بيت أحسنت فقالت إني أحدثت بعد رسول الله حدثا هذا الألباني يصحح هذا الحديث بلي بليه سؤال سؤال أي حدث خروجها لأن القرآن قال لها وقرن في بيوتكم طبعا لا يقول لنا قائل سيدنا يعني أنتم تتأل جواب كلا وألف كلا عائشة نحن من حيث العرض ومن حيث الفاحشة مبرأة لا فقط كل أزواج الأنبياء وبينا هذه الحقيقة مرارا وتكرارا فلا يزاود علينا أحد في هذه نعم نريد أن نثبت أنها غير معصومة وهذا ما صرح به العلامة الألباني قال وجملة القول أن الحديث صحيح الإسناد يعني كلاب الحوأب نعم ولا إشكال في متنه الحديث ما هو أقرأوا للمشاهد هل أقرأوا للمشاهد حتى لا يقول لسيدنا أي تكن تنبح عليها كلاب الحوأب حوأب رسول رسول الله حذرها وهذه من الأمور التي أخبرها بعلم الغيب رسول الله أنك ستقومين ولهذا عندما وصلت فلما أقبلت عائشة بلغت مياه بني عامر ليلا نبحت الكلاب قالت أيما إن هذا قالوا ماء الحوأب قالت ما أظنني إلا أني راجعة لأنه علمت أن رسول الله ماذا حذرها فقال بعض من كان معها بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينه واقعا بلي يراك المسلمون لا يراك بلي فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم قالت إن رسول الله قال لهذا ذات يوم كيف بإحدى كنا تنبح عليها كلاب الحوأب كلاب الحوأب علي الأحوال هذا الحدث الذي أحدثته ولذا هي ماذا تقول أحدثت بعد رسول الله حدثا أدفنوني مع أزواجه فدفنت بالبقية لأنها علمت أنها تستحق أن تدفن بجنب رسول الله أو لا تستحق قلت تعني بالحدث مسيرها يوم الجمل وما أدراك ما يوم الجمل فإنها ندمت ندامة كلية وتابت من ذلك سؤال أيها المسلمون ما معنى أنها تابت يعني كانت تعتقد بأنه اجتهاد الاجتهاد الإنسان إذا أخطأ هو يثاب عليه لماذا يتوب منه الإنسان هل يتوب من اجتهاد يثاب عليه ولذا أخسنتم قال فإن غاية ما فيه أن عائشة لما علمت بالحوء العلام الألباني يقول نعم كان عليها أن ترجع من يقول أحسنتم لأنها تذكرت ما قدرت لا الألباني يقول نعم يقول كان عليها أن ترجع وقدرات العايات بل وقرن في بيوتكم والحديث يدل على أنها لم ترجع حديثه ماذا علي لحوء وهذا مما لا يليق أن ينسب لأم المؤمنين هذا يقول قاله الأستاذ الأفغاني دفاعا عن من دفاعا عن أم المؤمنين وجوابنا العلام الألباني يجيب الأستاذ الأفغاني يقول أنه ليس كل ما يقع من الكمة المقصود عائشة أم المؤمنين يكون لائقا بهم إذ المعصوم من عصمه الله ونحن لا نعتقد بالعصمة ماذا لأزواج المؤمنين إذن القضية واضحة قال وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ثم قالت الآية الآيات اللحقة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبير الآن نأتي إلى السياق نعم أنا أدعي هنا والمشاهد فليكن على بيّن أن هناك قرائن متعددة تثبت لنا قرائن داخلية وقرائن خارجية أن نساءه وأزواجه لسنا داخلات في قوله أهل البيت نعم أعيد الجملة أن هناك وطبعا من الواضح بأنه الوقت ما راح يسعنا أن نشيرها إلى القرائن جميعا لا يسمح للوقت ولكن أشير إلى قرائنة واحدة وأستمع إلى المداخلات أن هناك قرائن داخلية في الآية وآيات أخرى ونصوص صحيحة كلها تقول أن أزواج النبي لسنا ممن يدخلن في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت هذا عنوان أهل البيت لا يدخل فيه نساء ماذا النبي أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله أذكر قرينة واحدة وأستمع للمداخلات وهي أن الآية لو كانت تتكلموا يعني قوله تعالى أهل البيت كانت تتكلموا عن أزواج النبي نحن نجد أن الآيات السابقة على هذه الآية والآية اللاحقة تجمع بيوت نسائه نعم وقرن في بيوتكن إذن النساء لهن بيت واحد أو بيوت لكل واحد بيت واذكرن ما يتلى في بيوتكن لا تدخلوا بيوت النبي هكذا ولكن عندما جاءت إلى مسألة التطهيق قالت أهل البيت بيت مخصوص نعم إذن هناك هذا البيت غير تلك البيوت أحسن وإلا لو كان هذا البيت هو نفس تلك البيوت إما كان ينبغي أن يكون وقرن في بيوتكن البيوت جميعا تكون بنحو الجامع نعم وإما جميعا تكون بنحو المفرد لا معنى واقعا ليس صحيحا من الناحية العلمية من الناحية المنهجية من الناحية اللغوية من الناحية الأدبية من الناحية السياقية إذا كان المراد من هذا البيت هو تلك البيوت عندما يتكلم عن نساء النبي يجعل البيوت أو البيت ماذا بنحو الجمع أما عندما يتكلم عن ماذا يريد الله يقول أهل البيت هذا بيت غير تلك البيوت التي سبقت وغير تلك البيوت التي ماذا لحقت هل سؤال سؤال لماذا لماذا أن الآية يعني هذا أهل البيت هؤلاء جاءوا في هذا السياق الجواب لأن آيات السابقة واللاحقة فيها عتاب فيها توبيق فيها أمر القرآن أراد أن يقول يا أيها المسلمون في العالم ترى هذه الأحكام التي ذكرناها وقرنا في بيوتك أو وقلنا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ونحو ذلك ترى هذا ليس لكل من هو منتسب إلى النبي هذا هذا الكلام قبله وبعده ماذا لنسائه أما هناك من هم مختصون بالنبي منتسبون إلى النبي وهم علي وفاطمة والحسن والحسين ترى مستثنون من هذه الأمور التي ذكرنا لأنه إذا لم يشر إلى هذا المقطع من الآية المباركة لتصورنا أن هذا الخطاب متوجه إلى جميع من هو منتسب إلى النبي يعني حتى علي وفاطمة والحسن والحسين بتعبير العلمي في الحوزات العلمية هذا دفع دخل مقدر يعني الآية لو لم تقل إنما يريد الله ليذهب عنكم لكان هذا الحكم شاملا لمن؟ لعلي يعني حتى شاملا لبيتي علي وفاطمة والحسن والحسين ولكن هذا القرآن الكريم أحسنتم مباشرة فصل هذا البيت عن بيوت أزواج النبي ونساء النبي أزواج النبي لهن حكم وهذا البيت له حكم آخر أحسنتم كثيرا